اشتركوا في القناة اشرب الدين وانت قادر تدفع نقد طب انت عارشوا معنى الدين ان تموت وانت على دين يغفر للشهيد كل شيء الا الدين عارشوا معنى ان تموت وانت على دين صلوا على صاحبكم صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه وعندما لقي ابا قتادة قال له ماذا فعلت بالدينارين يا ابا قتادة قال يا رسول الله انا باكفله خلص صلي عليه وانا ساكفله ساسد عنه فما سد ابا قتادة تأخر شوي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت بالدينارين يا ابا قتادة قال ليس بعد يا رسول الله الناش يومين ميت فلقيني قال ماذا فعلت بالدينارين يا ابا قتادة قال قصدتهم يا رسول الله قال الان برود عليه لحبه يعني حضرتك انت بتجمع المصاري لأولادك وعليه جديد وهم ما بسدوا او بتأخروا في السداد انت خلال هالفترة ها شو جسمك وانت في القبر واللي بنحكي عنه صحابي يا جما اللي بنحكي عنه ايه صحابي ويا جماعة لا اخفيكم قصة حدثت ان احد التجار ماتوا عليه قرض سكن مع تاجر شار شقة بسبعين الف وظل عليه منها حوالي ثلاثين الف سد اربين وتنه مات فوجدوا عنده بضعب حوالي عشرين الف فقالوا لأولاده ابوكم ماتوا عليه دين كم ثلاثين الف للأسف كان الجواب احنا شو دخلنا وين نروح النام في الشارع بيعوا شقة وصدوا عن ابوكم صدوا عن ابيكم ما رضيه ما رضيه وانت حضرتك ليش محمل حالك ديون وطاقه ما رضيه ابوكم بتعذب عليه دين يعني النام في الشارع واللي مقول لك ومين قالوا يد داين طبعا في عشرين الف بضاع وإحنا نظل من غير بضاعة فما حدا سد عن ابيهم بعدين صاروا يدفعوا كل شهر متين ليرا تلاثمائة شو متين ليرا هذول ثلاثين الف بعدين وقفوا بالمرة وقال والله معنا قادرين ندفع حتى الثلاثمين دينا وورثوا البيت وعايشين فيه وساكنين وكبا ويش والأب وين فهل قبر بيستاهل تددين عشان ولادك وعتهلك معك بشتري ان شاء الله بتشري قصر قصر أنا با حقيقة وسهر تاني اشوف واحد صاحب دياني ساكن في قصر افرح بس من ايش من مالح من غير دين لاني ما اعرف هذا صاحب الدياني اللي عنده قصر معناته هذا شو بتصدق على الفقراء والمساكي بيشغل العاملية بيحسن للفقراء بيحسن للمصابين بالعكس مفرح كثير بس ما بحب امشي معاه بصراحة يسامحوني الاخو اللي معهم مصاري يعني بها واذا اجوا عندي يعني بسمعهم كلام يعني انه بدك تقعد معاي بنظلك تنفخ بدك تقعد عالارض زيش عندي كنابيات انا تقعد عالارض نتعشى مع بعض بيمشي معاك خلاص بمشي يا شيخنا زي ما بنتك واحد بقول لي عبدك تمشي عما تدخلني متهات بتاعتك هاي القصور والبيوت الله يعني من نسبه لي مع اني بحبك لانك مسلم مطيع وعندك صدقات للفقراء والمساكين بس ما بحب اجالس اهل الثراء بخاف اصير اتنافس لانه انا للاسف عندي عقل تجاري لكن الحمد لله التجارة اللي بتاجر فيها عشان الوقت يفرغني للوقت واطلب العلم ولكي بده درسك اذا بده افكر في الصين وافكر فيه وينها شيخ سوفيان في الصين في درس انا درس انا درس ودروس في مصاري في الصين شيخ سوفيان شو صار في باصك انا باصي حرقته حقه 700 لير رح السراكب جب اه ها هيك بصير الشيخ سوفيان طب دروس ما انتو خربتوا بيتي من وراه الدروس هيك الشيطان بصير يلقنه وشوي الشيخ سوفيان وينك إلا هو في القبر والله رعت عليك يا شيخ سوفيان وضحك عليك بليس احنا بنحكي على حالنا بالناش نطرب امثلة على غيرنا انه هكذا مداخل الشيطان على الناس اشغالهم بالدنيا الفانية اشتركوا في القناة